ما تعترضش على حد. وعشان كده بقى اللي بيوصل لدي المرحلة ما يعترضش على حد. يلاقي واحد بقوله سبحاني معظم عشان ايه? ما يلتفتش لي. هو ما يعترضش عليه. وما يسلقوش ولايته. ولا يتحجم عليه. فهمت? والنوعية دي قد تلتقي بها في حياتك بعض الناس. اللي هم كانوا حتى بعضهم يمشي عريان تماما امام الناس. واخد بالك. ويقوم ييجي العيال الوهابية اللي مش فاهمين يقول لك ايه الحاجاتي? بقى ده والي ده. لانه مش فاهم حال الفناء الروحي. وعمره ما هيعيشها لانه اللي ما يفهمش حاجة وما يصدقاش عمره ما ربنا يدهاله. انت هتعمل ايه يا دي عوضين? انا حلمت مبارح بسيدنا الشيخ العريان. جيه جال لك شيفها يا دي عوضين. مضد. مضد يا كلهم مضد. ايوة وبعدين. وبعدين اداني كوباها شبه دي كده. وكان فيها عصير. وقلبها بالسبحة. ايوة يا اخويا وبعدين ايه اللي حصل? اللي حصل بعدين ما شربت العصير كلت الكوباها الجزاز. كلت الكوباها الجزاز? ايوة. ده كبوس يا عوضين واكيد لما جمت من النوم لجيتها مكشوفة. صح? مكشوفة? هي ايه دي? هم? دماغك. دماغك لجيتها مكشوفة صح يا عوضين? ايوة فعلا فعلا لجيت دماغي مكشوفة. مش بجول لك. يا خسارة ده انا فكرت ان انا بجيت وقال زيك وهاكل جزاز. هو لزي ايوة تهت سوي نفسك بها انت مريد كحيات جميلة. ايوة. ايوة ايوة اننا بنحاول يعني ممكن نعملوها. البحبحاني. اعزا المشاهدين المتبعين قراس البحبحاني في كل مكان. وحييكم بتحية الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزا المشاهدين اعتقاد الصوفية في الكرامات هو نفس اعتقاد الهندوس في خوارق ما هو اصل مفهوم الكرامة بتكون شيء خارط عن العادة لكن مش كل حاجة خارقة عن العادة بتكون كرامة وعند الجماعة الهندوس اصلا غير عندنا احنا المسلمين بنعتقد ان الكرامة دي من عند ربنا بيديها العباد والصالحين اللي هم الاوليان لكن عند الجماعة الهندوس اللي يعرف يعملها هو ده الولي بس هو ما اسموش والي عندهم يعني فاعتقد الجماعة الصوفية اصلا في ان خوارق العادات دي ممكن اي حد يعملها لكن لازم يكون صوفي وان الولي اصلا برضو لازم يكون صوفي مع ان ربنا في القرآن بيقولك ايه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقوه فالمؤمن المتقي بازن ربنا بيكون والي لكن في مشكلة صغيرة الولاية مربوطة بالايمان والتقوى والايمان زي ما قلنا قبل كده تصديقهم بالقلب وقولهم باللسان وعمل بالجوارح الجزء القلب ده بقى انت متعرفوش ولا اتطلعت عليه الجزءين التانيين ممكن المنافق يعرف يعملهم اللي هو قول باللسان وعمل بالجوارح ممكن واحد يقولك اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويروح يصلى هادي لكن اللي جوه قلبه مقر ضد المسلمين فممكن انت اللي بتشاهد الفيديو ممكن تكون والي من اولياء الله ومش لازم تكون صوفي لكن شرط انك تكون مؤمن والكرامة اصلا عمرها ما بتخالف القرآن ولا السنة يعني مش واحد ياكل ازاز او يشرب مصامير او حتى ينقط في نهر النيل ويطلع سليم عادي يعني الكرامة اما انها نفعل المسلمين او نفعل صاحبها نفسه فمش معنى انك عرفت تاكل خمسة كيلو لب في يوم واحد فانت كده خرقت العادة وبقيت والي من اولياء الله يعني سيدنا سارية لما سمع سيدنا عمر بن الخطاب وهو بيخطب وبقول يا سارية الجبل الجبل في كلا الناحيتين ممكن نقول ان الاتنين اولياء لكن الكرامة اللي عندهم نفعل المسلمين وعشان ما طولش عليكم ونشوف الكرامات بتاع الصوفية حابب ارده على الشخص اللي هيقول لي احنا بنسبة للي مش مسلمين ان الدين بتاعنا صح بغض النظر ان كل الانبياء ما عملوش كده وبغض النظر ان 14 الف صحابي برضو ما عملوش كده وبغض النظر ان الائمة الاربعة برضو ما عملوش كده احب اقول لك لو ده الدليل على صحة المعتقد فيبقى الهندوس دينهم اصدق من دينك لانهم بيعملوا حاجات اكتر من اللي انت بتعملها وكل دي بتبقى خفة يد وجزء صغير جدا لا يتعدى العشرين في المية بيبقى سحر وشعواز انا بقول خلونا نبدأ ونشوف الكرامات الصوفية خلونا نبدأ عزة المشاهدين عايزين بقى نشوف الكرامات ايوه يا حاجة ايوه ايوه يا بقى ايه الفرق ما بين ده اللي بيغني اللي بيغني قصد اللي بيشيخ هو اسمه شيخ وببين عمر ديان لا ده بيمدح وعمك الحج اللي عملك والإزاز اللي متخلل ان هو كده بقى والي من اولياء الله ليه؟ ما شيخ التصوف قالوا له من الحاجات دي اللي يقدر يعملها وميبروش حاجة بقى والي من اولياء جاري لا ده ركب نفاسك ده واحد بيعقب نفسه بدأ ايه يلطر اه شمخ شمخ ده شمخ اه اه ليه؟ اشوف جحان اشوف جحان اه اقرب طريق الى التشيع مركب التصوف اقفل خلاص ده هو اللي مسك الحفلة واحد بيجيو اللي بقى ده مجنون او اللهبة او الله بتاعه ده بقى طريقة الزكر بالوسط التحقية يعني انا عايز اعرف ايه الطريقة دي يعني الواحد بقى انتهى قبل كده في فيديو هاخد حسن على كل ذاقة ولا على كل نطح ولا على كل ايه بالظبط يعني دي ايه دي عبادة ايه بالظبط يعني انا عايز اعرف دي عبادة ايه والكلام اللي بتقال انا مسرره شو عشان الفيديو الخوي لكن هو كلامها بقى اللي هو تيتي فتيتي كتيتي مريتي كبشتي بس تيجي تكلمه لك تفح بيالله ده كلام نورانيات ده ده حاجات بركات ونورانيات ومحسنيات ده لسه اللي هيقول لك ايه تاركي في الكنيسة فحركوا الربان اتداع ده المفروض للمسك المايف ده شيء خلاص بقى كلها ده بيقول كلام من اهل احنا ملكموش خالص لكن كلام هما فهمينه اه 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 متخيلة الناس دي بياخدوا حسنات على كده اسمع 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 بش اه اه ما في التصوف عند النصارى برضو استنجل هناك كين اه اه والله المشاف والدسيس ما شافش دي من رفاعي اه 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 الصوفية عند النصارى نفس اله نفس النظام ده حبل وعبط وطائفة منبوذة وسط الكل الحوارة اه اه ده شيخ برضو اه ده كلام كبير على فكرة ده كلام اسلامي بحث كلام ده بياخدوا عليه قدر اه لا مش عجر فلوس لا اه اه ارش تجيبه واسطنا مفرح بينتك اه اه اي هلس بتقال ما بين سوريا ونوريا يدندن الخمار ومش عارف مين كان مسجل مزمار اه وشيخ الطريقة بكرة هيركب الحمار دندن الخمار دندن ياابا اه باندن الخمار اه انتو اي حد اتبعكو لما واغزة هيبقى ودي هند ترقص امالي لا ماسكا بس يعمل حك بس ياابا اهزا المشاهدين وبكده يكون فيديو النهاردة خلص وما تنساش لو وصلت الاخر الفيديو اكتب لي كلمة السر كلمة السر الناس عارف الناس هتسألني ليه خففت الحيتك يا راحبح فان شاء الله دي حاجة غصب عندي ودعو لي انا بحبكم في الله وعند الله تجي تامع الخصوم السلام عليكم ساقطع كل من عادى رسولي وأبطر كل حبل للوصال وأقليه وأبغضه جهارا رجاء للمثوبة في مآل